نتواجد الآن في منطقة الصراري هذه المنطقة التي تقع في الجنوب من صبر وهي آخر المعاقل التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الهوثي وصالة الانقلابية ونتواجد الآن فيها بعد تحريرها من قبل رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعد معارك عنيفة وللحديث أكثر حول أهمية هذه المنطقة والمعارك التي دارت فيها ينضم إلينا هنا الشيخ عارف جامل نائب رئيس مجلس تنسيق المقامة ليحدثنا أكثر عن المعارك التي دارت في هذه المنطقة زيارتنا إلى منطقة الصراري بصحبة الأخ مدير الأمن وبصحبة الأخوة أعظم مجلس تنسيق المقامة هي لتفريد الأكاذيب والإدعاءات الباطلة التي تحاولت عصابة الحديثة تروية أن هناك قتل وسحل وقتل الأطفال والنساء من خلالكم ننقل هذه الصورة الطبيعية أن القرية سالمة آمنة لا يوجد شيء لم تكن هناك أي مشكلة مع الأخوة في الصراري الأخوة في الصراري هم أهلنا وأنسابنا وإن كانوا قد سمحوا لبعض الميليشيات وبعض الأفراد من إصابة الحدي للتمركز داخل الصراري الصراري نحن نعلم أنها كانت ثكنة عسكرية للقوة إصابة الحدي ومع هذا تعاملنا معها بمسؤولية حاولنا قدر المسؤولية أن نحقن الدماء حاولنا بقدر ما نستطيع أن نخلق صلح بينهم وبين المناطق المجاورة لكنهم استغلوا الفرصة قاموا بقطع الطريق قاموا أيضا بعملية امتلكوا السلاح الثقيل ضربوا المناطق المجاورة لهم في المسراخ أصابوا أكثر من حالات معينة إذن وكما أوضح الشيخ عارف جامل نائب رئيس مجلس تنسيخ المقاومة بأن هذه الزيارة قاءت لتفريد تلك الادعاة التي قامت بها الميليشيات الإنقلابية في الترويج بأن المقاومة الشعبية قامت بالقاتل المواطنين وتفجير المنازل إذن كما تلاحظون هذه المنطقة هي منطقة الصراري التي دارت فيها الاشتباكات العنيفة وتم تحريرها من قبل المقاومة الشعبية ورجال الجيش الوطني وكما تلاحظون ينعم الناس هنا الآن في الأمان حمزة أمين قناة بالقيس تعز